فيلمنا النهاردة بيتكلم عن رالف اللي كان شخصية في لعبة فيديو اسمها رالف المدمر وكانت اللعب عبارة عن إنه بيضمر البيت وبيجي فالكس يصلحه وبيكون فيه ألعاب مختلفة كتير وكلهم في جهاز للألعاب في مدينة نايس لاند وفي نهاية اليوم بيقفل محل للألعاب وبتتجمع شخصيات اللعبة في بيت فالكس مع عدى رالف اللي كان بينام في مقلب الزبالة وبيتفرج عليهم من بعيد وهم مبسوطين وبيدل فالكس أكل وهدايا في بيته وساعتها بيتضيق رالف لإنه نفسه يكون محبوب زيه وبعدها بيروح رالف المجموعة من الألعاب الشريرة وبيحكوا سوا عن معانتهم وإن محدش بيحبهم عشان أشرار وقتها بيقول لهم رالف إن بقيله 30 سنة في اللعبة وكل الحب والتقدير بيروح لفالكس وساعتها بيكرر رالف إنه مش هيبقى شرير مرة تانية وساعتها بيتفاجئوا ويقولوا له إنه كده هيبقى زي تيربو اللي بسبب إنه غير من إعدادات اللعبة تمسح مع لعبته وبعدها بيحاولوا يقنعوا يتقبل نفسه ما يحاولش يغير حاجة وبعدها بيروح كل واحد فيهم للعبته وبمجرد ما بيوصل رالف لعبته ساعتها بيكتشف إن كل اللعبة متجمعين وبيحتفلوا بمرور 30 سنة على اللعبة وإنهم عزمين شخصيات كتيرة من ألعاب تانية وقتها بيتضيق رالف وبيروح الحفلة وساعتها بيخافوا الموجودين وبيطلبوا من فالكس يتخلص منه وبعدها بيخرج فالكس ويتكلم مع رالف ولما بيسمع رالف حد بيقول إن الكيك جاهز بيقول لفالكس إن عمره مداء الكيك لأنه محدش بيرميه في الزبالة وساعتها بيدخل رالف مع فالكس للحفلة وبيقول لهم فالكس إنه جاي علشان يدوق من الكيك وساعتها بيظهر واحد بينتقده وبيتخنق معاه وبيقول لرالف إنه شخصية شريرة بيدمر كل حاجة وقتها بيتعصب رالف وبيدمر الكيك وبيقول لهم إنه مش شرير وإنه قريب هياخد ماداليا وهيحبه وبعدها بيروح يسأل الجرسون إزاي يلاقي ماداليا وساعتها بيقوله الجرسون إنه ممكن يدور في المكان يمكن يكون حد ينسي الماداليا بتاعته وقتها بيقابل رالف جنزي من لعبة تانية وبيسمعه وبيقوله إنه بيتعب وبيعمل كل ده علشان الماداليا وساعتها بيفضل رالف يسأله عن الماداليا وبيطلب منه يروح معاه علشان يكسب وحدة زيه وقتها بيقوله الجنزي إنه لازم يكون شجاع علشان يكسب والغريب أنه بيغمى عليهم مجرد ما بيشوف حشرة على كتف رالف وبعدها بياخد رالف لبس الجندي وبيلبسه وبيروح بدله في اللعبة وبتظهر طفلة بتشغل اللعبة وبتقول لهم قائدة اللعبة ما يخفوش وأن دي فرصتهم علشان يثبتوا شجعتهم وقتها بيدخل رالف وهو مصدوم لما لاقوا قدامه حشرات عملاقة ومتوحشة وفجأة بتاخد الحشر السلح بتاعه وبيهرب رالف وهو خايف وساعتها بتستغرب البنت من اللي بيحصل وبتخسر اللعبة وبعدها بتتعصب القائدة على رالف وبتضربه وتقوله أنه لازم يلتزم بقواعد اللعبة وقتها بتكرر البنت تلعب لعبة رالف المدمر وبتستغرب البنت وكل اللي في اللعبة من اختفاء رالف المفاجئ وساعتها بتندهي الطفلة على مدير المكان وبتقوله أن اللعبة بازد وبعدها بيحط ورقة على اللعبة وبيقول لها أنهم لو ما عرفوش يصلحوها تتشيل وقتها بيخاف جدا كل شخصيات اللعبة وبيحاول فليكس يهديهم وساعتها بتظهر شخصية شافة رالف برى اللعبة وبيقولهم أن رالف سابهم وراح لعبة تانية علشان يحصل على مدير وبعدها بيوصل رالف المكان في لعبة الحشرات وبيلاقي المدير وبيحاول يوصلها وقتها بيروح فليكس لعبة الحشرات وبيحكي لهم أنه من لعبة تانية وجاء علشان يدور على صديقه رالف وبعدها بيظهر رالف بعد ما نجح أنه يوصل للمدير بس بيدوس على بيدة حشرة بالغلط وساعتها بيدخل جوه سفينة بتصير بيه لحد ما بيوصل للعبة تانية كلها حلويات وبيكون اسمها شجر راش وبعدها بيلاقي رالف المدير متعلقة على حلويات بعيدة عنه وساعتها بتظهر طفلة صغيرة اسمها فينالبي وبتقوله أنه مش من اللعبة وقتها بيقول لها رالف أنه عامل وجاي يعمل صيانة في اللعبة وبعدها بتشوف فينالبي المدير وبتاخدها وساعتها رالف بيقولها الحقيقة لكن فينالبي بتاخد المدير وبتسيبه متعلق في الحلويات وبتمشي وبعدها بتروح القائدة مع فلكس ويعرفوا أن رالف دخل لعبة شوجر راش وبتفهموا القائدة أن بيضة الحشرة اللي رالف داس عليها عبارة عن فيروس بيدخل للألعاب وبيبوزها وأنها هتخلص شوجر راش وتنتقل بعدها الباقي الألعاب وساعتها بيطلب منها فلكس أنه يساعدها لكنها بتحذروا أن لو مات بره لعبته مش هيتعملوا إعادة تهيئة وبعدها بيستعاد المتسابقين في لعبة شوجر راش وبيظهر الملك بتاعهم وهو بيشجعهم وساعتها بتدخل في نالبي اللي سرقت الماداليا من رالف علشان تشارك في السباق فبيطلب الملك من الأمن يمسكوها وقتها بيظهر رالف وهو مضغطي بالحلويات ومتعصب وبيدمر كل حاجة وبيقول في نالبي ترجع له الماداليا بتاعته وقتها بتوقعه فخه وبتخلي الحراس يقبضه عليه وبيغضول الملك وساعتها بيشرح له سبب وجوده في المكان أن في نالبي سرقت الماداليا بتاعته علشان تشارك بيها في السباق وقتها بيفهموا الملك أنه مش هيقدر يقود الماداليا إلا لو كسبت السباق وبعدها بيؤمر الحراس يرجعوا رالف للعبة بتاعته وساعتها بيهرب رالف من الحراس وبيشوف المتسابقين وهما بيتكلموا مع في نالبي وبيقولولها أنها ماينفعش تكسب علشان الخلل اللي فيها يبوز اللعبة وقتها بيدخل عليهم رالف وبيزعق لهم وبيخف المتسابقين منه وبيهربوا بسرعة وبعدها بيحكي الفينالبي أنه ماكسبش الماداليا في اللعبة بتاعته وأنه أخدها من لعبة تانية وساعتها بتقوله في نالبي أنه لو ساعتها وكسبت هتقدر ترجع له الماداليا بتاعته وبيضطر رالف أن يوافق وبعدها بتوصل القائدة وفالكس لكنهم مش بيلقوه وبيحاول يدوروا على الحشر قبل ما تقضي على المكان كله وساعتها بيتمشوا سوا وبيحكي لها فالكس عن تربو اللي كان في لعبة مشهورة بس عدت السنين وبتظهر لعبة جديدة وساعتها يكرر أن يروح اللعبة الجديدة ويبوزها وبتبوز اللعبتين وبيتشالوا من مركز الألعاب للأبد علشان كده فالكس كان مصابا من يلاقي رالف قبل ما يتكرر نفس السيناريو معي وبعدها بتوصل في نالبي ورالف للمكان اللي بيصنع العربيات وبتكنع رالف أنه يساعدها في صنع عربية جديدة لها وساعتها رالف بيحذرها أنه مش بيعرف يبني حاجة وأنه بيهد بس وبعدها في نالبي بتفرح بالعربية اللي بيصنعها رالف وفجأة بيدخل عليهم الملك والحراس وساعتها بيطلب منها رالف تسوق العربية بسرعة لكن في نالبي بتقوله أنها ما بتعرفش وقتها بيحرك رالف العربية بإيده وبيجري بسرعة لحد ما بيوصله المكان غريب وساعتها بيتعصب رالفي ويقولها أنه مستحيل تكسب في السباق وهي ما بتعرفش تسوق وبعدها بتقوله في نالبي أن المداليا بتاع تظيمة لهاش أي لازمة في الحياة وقتها بيقول لها رالف أنها مهمة بالنسباله علشان يبطل يعيش في مكاب النفايات ويبقى عنده بيت جميل وناس تحبه زي فالكس وبعدها بيتمشى رالفي في المكان وبيلاقيه قدامه بوركان من الكوكاكولا ووقعت فيه قطعة من المنتوس سببت في انفجار صغير وساعتها بتحذره في نالبي بتقوله أنه ممكن يتعور بسببها وبعدها بتقوله أنها عايشة في المكان ده لوحدها وأن الناس شايفة أنها غلطة والمفروض ما تبقاش موجودة وساعتها بيكرر رالفي ساعتها ويعمل لها مصار سباق في المكان علشان تتضرب وتكسب السباق وبعدها بيتضيق الملك أنه حراسة ما قدروش يلاقه في نالبي ورالف وبيدخل قودة التحكم في اللعبة وبياخد الماداليا بتاعت في نالبي وقتها بيوصل فالكس وبيفتح له مساعد الملك وساعتها بيسأله فالكس عن رالف فبيحبسه في سجن الأسرة علشان ما يدمرش اللعبة زي رالف وبعدها بتتوتر في نالبي من الخوف وبيحاول رالف أنه يطمنها وبيقول لها تتشجع علشان تكسب الماداليا بتاعته وساعتها بترجع في نالبي علشان تجيب حاجة نسيتها وقتها بيظهر الملك وبيدي الرالف الماداليا بتاعته وبيطلب منه يساعده أنهم يمنعوا في نالبي من السباق وساعتها بيشرح له أن فيها غلطة ولو كسبت السباق هيقدر أي طفل يختارها علشان يلعب بيها ولو مدير المكان شاف الغلطة اللي بتحصل هيفتكر أن اللعبة بايزة فهيقفل اللعبة وما يشغلهاش تاني وساعتها كل اللي في اللعبة هيبقوا مشردين ده غير أن في نالبي مش هتعرف تهرب بره اللعبة وهتتضمر للأبد وبعدها بترجع في نالبي وبتقدم لرالفي ماداليا مكتوب عليها انت بطلي عملت هلو بنفسها وساعتها بيحاول رالفي يمنعها من المشاركة في السباق وبتستغرب في نالبي من التحول المفاجئ وقتها بتشوف في نالبي الماداليا وبتتدايق منه وبيحاول رالفي فهمها الحقيقة وساعتها بتصمم في نالبي أنها تشارك في السباق فبيكسر لها لارفي العربية وبيقول لها ندال مصلحتها وبعدها بتعيط في نالبي وبتقول إنه شخص شرير وبعدها بيرجع رالفي بالماداليا للعبة بتاعته لكنه مش بيلاقي حد وبيعرف إن اللعبة هتتقفل بسببه وساعتها بيزعر رالفي وبيرمي الماداليا الذهبية وبيتفاجئ لما بيشوف صورة في نالبي على لعبة شوجر راش وبيستغرب وبعدها بيكرر يرجع لعبة شوجر راش مرة تانية وساعتها بيسأل مساعد الملك طالما هي غلطة زي ما الملك قال إزاي صورتها على اللعبة وقتها بيعرف منه إن الملك حاول يمحيها من اللعبة من غير أي سبب وبيقول له إنها محبوسة مع فليكس في الزنزانة وقتها بيدخل رالفي الزنزانة وبيعتذر له عن اللي حصل وبيترجى يصلح عربية في نالبي علشان يقدر يساعدها وتكسب السباق وبيوعد إنه مش هيحاول يكون شخص كويس تاني أبداً ويرجع معاه لللعبة وبعدها بيروح رالفي بالعربية للزنزانة اللي بتكون فيها في نالبي وبيعتذر لها وقتها بيعلن الملك بداية السباق وبتدخل في نالبي وبيفكرها رالفي إن الأهم هو عبور خط النهاية علشان الغلطة اللي فيها تتصلح فبتوعده بإنها تكسب السباق وفعلاً بتنجح في نالبي إنها تعديهم وساعتها بتوصل للقائدة وبتتهم رالفي إنه السبب وإن الحشرة باضت وهيطلع حشرات كثيرة وهتدمر المكان في الوقت ده بيحاول الملك إنه يمنع في نالبي من إنها تكسب وبيكتشف إن الملك هو نفسه تربو اللي بيكون مسايدر على اللعبة وبعدها بياخدها رالفي بسرعة علشان يهربوا بره اللعبة لكنها ما بتقدرش تخرج قبل ما العطل اللي فيها يتصلح وساعتها بيكرر رالفي إنه يساعدها وبيفتكر بركان الكوككولة وحلويات المنتوس وساعتها بيعمل الفجار كبير وبعدها بيلاقي تربو قدامه بعد ما تحول لفيروس عملاك وقتها بينجذب للدوق مع الحشرات وبيقدر رالفي ينقذ المكان ويتدمره للأبد وبعدها بيصلح في الكس خط النهاية وبمجرد ما بتعديه في نولبي بتتحول لأميرة وساعتها بتكتشف إنها ملكة اللعبة قبل ما يستولى عليها تربو وقتها بتحضن رالفي وبتشكره على مساعدته لها وبعدها بيرجع رالفي اللعبته وبيتجوز فيلكس القائدة ومن وقتها بيغير شخصيات اللعبة طريقتهم مع رالفي بعد ما عرفوا إمته وإن من غيره مش هيبقى لهم وجود وبيعرف رالفي إنه مش محتاج مدلية علشان الناس تحبه فيلمنا النهاردة بيبدأ برالفي من لعبة رالفي المدمر وصديقته في نولبي من لعبة شوجر راش اللي بيتجمعوا مع باقي شخصيات ألعاب الفيديو لاستقبل لعبة جديدة وقتها بيظهر إنه مش لعبة وإنه الواي فاي ومش بيكونوا عارفين يعني إيه وساعتها بيشرح لهم صونيك إن ده البشر بيستخدموه في التسويق واللعب والتعارف وبعدها بيحاولوا يدخلوا منطقة الواي فاي بس بيظهر رجل الأمن وبيمنعهم وبيحذرهم منها وبعدها بتدخل بنتين لمحل ألعاب الفيديو وبيكرروا يلعبوا شوجر راش واختاروا في نولبي وساعتها بيعمل لها رول في مصار جديد للسباق لأنها زيقت من الطرق القديمة اللي متعودة عليها وقتها بتحاول البنت اللي بتلعب إنها هترجع العربية للمصار بتاعها بس بتفشل وبيتكسر منها الدريكسيون وساعتها بييجي صاحب المكان وبيقول لها إنه مش هيعرف يصلحها وبعدها بتبحث البنت على الإنترنت وبتلاقي الدريكسيون متوفر على موقع إي باي بس سعره غالي وساعتها بيقول لهم إنه مش هيقدر يدفع المبلغ ده وإنه بكده هيبيع اللعبة المصنع الخردة وبعدها بتكون في نولبي زعلانة وبتقول لرولف إنها ما تعرفش تكون غير متسابقة وساعتها بيقول لها رولف إنها صديقة المفضلة لكن في نولبي بتقوله إنها محتاجة تكون لوحدها وبتسيبه وتمشي وبعدها بيعمل فالكس من لعبة رولف المدمر اجتماع علشان يحاول يدبر مكان لشخصيات لعبة شوجر راش بعدما لعباتهم وقفتوا بقوا مشردين وساعتها بيكرر هو ومراته إنهم يفضلوا معاهم في بيتهم بعدها بيتكلم رولف مع فالكس وبيقول له إنه ألان على فينولبي لأنها زعلانة ومش عارف يسعيدها إزاي وساعتها بيفتكر موقع إي باي اللي البنت لقيت فيه ديركسيون على الإنترنت وبتجيله فكرة إنه يدخل منطقة الواي فاي ويجيب الديركسيون الجديدة عشان اللعبة تشتغل من تاني وبعدها بيروح لفينولبي وبيقول لها على خطته وبمجرد ما بيروحوا منطقة الواي فاي بيكتشف إنه مكان مختلف عن اللي كان في مخيلتهم وقتها بيكتب صاحب محل الألعاب كلمة السرع علشان يتصل بالإنترنت وساعتها بيظهر روغو تصغير وفينولبي بتجري وراه هي ورولف وبعدها بيدخلوا عالم الإنترنت اللي فيه كل التطبيقات وبيكون مكان ضخم جدا وساعتها بتسأل فينولبي وهي متوترة إزاي هيلاقوا إي باي في مكان كبير زي ده وقتها رولف بيطمنهم بيقول لها إنهم هيدوروا على حد يساعدهم وبعدها بيلقوا المسؤول عن محرك البحث وبيسألوا عن دريكسيون لعبة شوغر راش وساعتها بياخدهم مباشرة للمكان وبمجرد ما بيوصلوا بيظهر عدد كبير من الإعلانات ورولف بيتشد ليهم وقتها بتستعجلوا فينولبي علشان يلاقوا الدريكسيون وبعد بحث كتير أخيرا بيوصلوا لها وبيظهر شخص تاني عايز يشتريها وساعتها كل واحد بيعرض مبلغ وبيعله في السعر لحد ما بيقولوا سعر مبالغ فيه ويكسبوا المزاد وبيعرفوا انه لازم يدفعوا الفلوس خلال 24 ساعة وإلا مش هيقدر ياخدوا الدريكسيون وبعدها بيتعصب رولف جدا وفينولبي بتتوتر لان دي اخر فرصة علشان ينقذوا اللعبة وتشتغل مرة تانية وما يبقوش مشردين وساعتها بيحاول رولفي هديها وبيقول لها ان لازم يلاقوا طريقة ويكون معهم فلوس علشان يشتروا القطعة وقتها بتقولوا فينولبي ازاي نكسب فلوس وإحنا مجرد شخصيات في لعبة فيديو وبعدها بيلاقوا شاب معاه اعلان عن فلوس كتير وبيسألوا ازاي يبقى معهم الفلوس دي فبيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا وساعتها بياخدهم لبيته اللي بيكون الموقع بتاعه وبينده على مساعده وبعدها بتسألوا فينولبي عن العرض اللي شافته في الاعلان اللي كان معاه وهل فعلا هتكسب لو قدر اتلاقي الحزاء وساعتها بيقول لها ايوة طبعا وقتها بتسألوا لو عنده فكرة تانية تكسب فلوس اكتر لانهم محتاجين الفلوس بسرعة وقتها بيقول لهم انهم يقدروا يحصلوا على 40 الف دولار لو قدروا يفوزوا في اشهر واخطر لعبة سباة على الانترنت وساعتها رولف بيقوله ان فينولبي افضل متسابقة في العالم متقدر تتحدى اي مخاطر وبعدها بيروحوا للعبة وبتنبهر فينولبي من جمال العربية للمفروض تكسب بيها وساعتها بيحاولوا متسابقين ياخدوا العربية وبتموتهم صاحبة العربية وقتها رولف بيترعب وبيحاول يهرب بس فينولبي بتحاول تهديه وبتسمع صاحبة العربية بتقول ان اللاعبين بيكونوا مصممين يدخلوا اللعبة دي حتى لو هيموتوا فيها عشان روح التحدي وعشان مش مملة زي غيرها من ألعاب السباة وبعدها بيظهر رولف وبيقولهم انه من قسم الضوضاء وجات لهم شكاوي بسبب صوتهم العالي وقتها بتسرق فينولبي العربية بسرعة وبتحاول تهرب بالعربية هي ورولف وساعتها ياخدوا الفلوس ويشتري الديريكسيون وقتها بتظهر شانك صاحبة العربية وباتطاردها في كل مكان وبتنبهر شانك لان فينولبي ماهرة جدا في السواقة وبعدها بتقدر شانك اتوقفهم وتأمرهم ينزلوا من العربية بتاعتها وساعتها بيحكي لها رولف قصتهم من البداية وبيترجوها تسيب لهم العربية وقتها بتقول له شانك انها متعاطفة معاهم لكن ممكن يحصلوا على فلوس بطريقة أفضل من انهم يسرقوا العربية وساعتها بتصور رولف فيديو وبتنزله على اليوتيوب وبتقول له ان دي أنجح وأسرع طريقة يحصلوا بيها على فلوس وبتقول لهم ان صديقاتها ياس تقدر تساعدهم ينشروا الفيديو أكتر علشان يكسبوا فلوس أسرع وبتسلم على فينولبي اللي كانت منباهرة بيها وبسوقتها وبعدها بيخرج رولف وهو بيقول قد إيه كانت تجربة مخيفة لكن فينولبي بتقول له انها كانت مستمتعة جدا وان شانك أربع شخصية شافتها في حياتها وساعتها بينبههم شخص من إي باي ان لو ما دفعوش الفلوس في خلال 8 ساعاتها يخسروا الدريكسيون وساعتها بيوافق رولف انه يروح مع فينولبي لياس وبعدها بتقول له ياس ان الفيديو بتاعه بقى ترند بس بيزعل رولف لما بيعرف ان الفيديو مش هيكسب أكتر من 40 دولار وبيقول لها انه عايز فلوس أكتر وساعتها بتقول له انه لازم يعمل فيديوهات أكتر وكل ما ييجي مشاهدات أكتر هيقدر يكسب فلوس أكتر وقتها بيكرر رولف انه يقلد الفيديوهات المشهورة وبتنبهر ياس بالفكرة وبعدها بيعرض مساعد ياس على رولف فيديوهات المشهير وفعلا بيبدأ رولف يصور فيديوهات وساعتها بتنتشر بشكل كبير بمساعدة ياس لانها نشرت الفيديوهات في كل المواقع علشان تجيب مشاهدات أعلى وبعدها بتقترح فينولبي انها تشارك في نشر الفيديوهات لكن رولف بيخاف عليها تروح لوحدها وساعتها فينولبي بتقول له ما يقلقش عليها وقتها بيضطر رولف يوافق علشان يجيبه فلوس بسرعة ويشتروا لدريكسيون قبل ما الوقت ينتهي وبعدها بتبعط ياس فينولبي الموقع عالم ديزني وبتحاول فينولبي تجيب مشاهدين لفيديوهات رولف وساعتها بيجري وراها حراس الموقع وبتهرب وبتدخل قودة أميرات ديزني فبيتخضوا لما بيشوفوها وقتها بتقول لهم انها أميرة زيهم واسمها فينولبي من لعبة شوغر رش وبيظهروا بعدها بعد ما فينولبي خلتهم يغيروا الفستين اللي لبسينها ويلبسوا بجمات لأنها مريحة أكتر وساعتها بتحكي لهم فينولبي عن مهارتها في السباق وبعدها بيدخل روبوت وبيطلب منهم يجهزوا علشان عندهم عرض وقتها بيشكروا فينولبي على الوقت اللي قضوا معيها وبعدها بيظهر الولد من إي باي لرولف وبيفكروا انه فاضل 30 دقيقة ويخسر الدريكسيون وساعتها بيدخل رولف للموقع وبيقرأ التعليقات وقتها بيشوف رأي الناس فيه وبيزعل ان فيه ناس بتشتموا وبيقولوا له انه فاشل وساعتها بتدخل ياسو بتقوله ان دي مشكلة الانترنت وان للأسف فيه ناس كتير بتتنمر على غيرها وقتها بيقول لها رارف انه مش زعلان لأن الناس طول الوقت شايفة وحش ومدمر وده بيخلي دايما يفتكر ان فيه شخص واحد بس اللي بيحبه وساعتها بيوري لها السلسلة اللي عملتها له فينولبي وبعدها بيدفاجئ انه كسب 30 ألف دولار من الفيديوهات وساعتها بيندع على الولد من اي بي علشان يدفع فلوس الدريكسيون وينقذ اللعبة وقتها بيكلم فينولبي وبيطلب منه تقابله وبيفضل مستنيها لكنها ما بتروحش وبتكون مع شانك وبتقول لها انها معجبة بيها لان حياتها كلها إصارة وانها عايزة تفضل معيها وما ترجعش لعبتها مرة تانية وبعدها بيتضيق رالف لان فينولبي قالت له انه ممل وبيقترح عليه شاب الاعلان انه يدخل فيروس في لعبة شانك وبياخده القريب واللي كان عصبي جدا ورالف كان مرعوبه وبيقوله انه عايز يدخل فيروس في اللعبة علشان تبقى مملة وبطيئة ووقتها فينولبي ترجع معاين لعبتهم وبعدها بتكون فينولبي بتتكلم مع شانك وبتقول انها مش قادرة تقول لرالف انها مش هترجع معاين وساعتها بيبتزي الفيروس ينتشر جوه اللعبة وقتها كان لازم يعمله اعادة تشغيل للعبة وبيدخل رالف اللعبة بسرعة علشان ينقص فينولبي لانها مش من ضمن شخصيات اللعبة الحقيقية وبكده هتموت وساعتها بيغمى عليها وبياخدها رالف بسرعة ويخرج برا اللعبة وبعدها بتفوق وبتعيط وتقول له انها السبب في تدمير اللعبة وساعتها بيعترف لها رالف انه هو السبب وانه دخل فيروس في اللعبة علشان ترجع معاين ما تسبهوش وقتها بتتدايق منه فينولبي وبترمي السلسلة اللي كانت عاملها له وبيسيبه وبتمشي وبعدها بيبدأ الفيروس ينتشر في المكان ويدمر معاقع الانترنت المختلفة وساعتها بتروح فينولبي تستقبف محرك البحث وبيدخل عليهم رالف وبيطلب انه يساعده بمضادة للفيروس علشان يقضي عليه وبعدها بتروح فينولبي مع رالف الياس علشان تسعيدهم انهم يقضوا على الفيروس وساعتها الفيروس بيكبر وبيتضخم وبيكرر رالف انه يحمي فينولبي وبيطلب من ياس انها تاخدها بعيد وانه هيواجه الفيروس بنفسه وساعتها في نوليبي بتقع ورالف بيقدر ينقذها وقتها بتترجع في نوليبي الفيروس انه يسيب رالف وانها مش هتسيبه وهتفضل صديقته معاه للأبد وقتها بيقول رالف انه كده يبقى قانيني وانه لازم تدي لصديقتك حرية الاختيار وبعدها بينهار الفيروس وبيختفي وبيقع رالف من فوق المبنى وساعتها بيتعاون اميرات ديزني وبينكزه وبيرجع الانترنت للعمل بشكل طبيعي ووقتها بتغير شينك شفرت في نوليبي بعد ما قررت انها تنضملها في اللعبة وبعدها في نوليبي بتحضن رالف وبتقوله انها تفتقد جدا وبيقسمه سلسلة نصين وكل واحد فيهم بيحتفظ بنص منها وساعتها بيرجع رالف وبينكز لعبة شوجر رش وكل حاجة بترجع زي ما كانت وبيظهر فليكس وحبيبته وهما بيشجعوهم وبعدها بينضم رالف النادي الكتب ويقضي مع اصحابه وقته اطول وبيفضل على تواصل مع صديقته في نوليبي بعد ما اثبت انه فعلا صديق حقيقي الملاخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتب ومنتجه باسم احمد وما تنسوش تعملونها سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام